بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم حيكم الله إخواني ومشاهدين الكرام في برنامجكم رب يرجعون نعرض في هذا البرنامج بإذن الله عز وجل الرحلة إلى الدار الآخرة التي هي دار المقامة هي دار الباقية كما قال ربنا تبارك وتعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون أي الحيوان على وزن فعلام أي الحياة الأبدية السرمدية في الآخرة هذه الحياة الأبدية يجب أن نوفق أعمالنا حتى نصل إلى هذه الأعمال الصالحات إلى طاعة رب الأرباب تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى أمرنا بالتوبة والإنابة إليه جل وعز وجل وهي من أعمال الذنوب والتوبة هو الإقلاع عن الذنب وكذلك الندم على ما فات من الأعمال والمعاصي والتقصير في جنب الله عز وجل الله تبارك وتعالى ما خلق هذا الخلق وما أنزل الكتب وما أرسل الرسل وما جعل الشرائع وما شرع الجهاد ولا شرع الصلاة ولا الحج ولا الصيام ولا العبادات إلا من أجل غاية عظمى كبيرة قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذه العبادة ومعنى يعبدون أن يوحدوا الله تبارك وتعالى فلا يصرف شيئا من أنواع العبادة إلا لله سبحانه وتعالى فإذا كان الإنسان في تقصير وفي إسراف على نفسه بالمعاصي فعليه دائما وأبدا أن يبادر بالتوبة فإن النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يستغفر الله ويتوب إليه أكثر من سبعين مرة وقال ربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب هؤلاء الذين يتوبوا الله عز وجل إذا تذكروا نعمة الله عز وجل أن الله سترهم وعافاهم ورزقهم وخلقهم وأسبق عليهم النعم الظاهرة والباطنة أرفوا أنهم مقصرين تابوا ورجعوا إلى الله عز وجل هكذا يجب المؤمن دائما أن يكون تواب ورجع أواب دائما إلى الله تبارك وتعالى فالله عز وجل يبسط يده جل وعز في الليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل وخزائنه سحى جل وعز يعطي جل وعلا ولكن لمن تاب وأناب ورجع إلى الله تبارك وتعالى فالله عز وجل يحب بل ويفرح بتوبة عبده قال كذكر ذلك الرجل الذي ذهب في أرض فلات ومعه ناقته فنام تحت هذه الشجرة ثم ذهبت ناقته وزاده وطعامه فلم يجد شيئا ثم أيقن أنه سيهلك ثم نام قليلا فإذا بناقته عنده فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح فقال النبي صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا الرجل الذي ضيع كاد أن يهلك ويموت فلما رجعت له الداب أخطأ من شدة الفرح كل ذلك فرح الله عز وجل أعظم بأن يتوب الإنسان إلى الله تبارك وتعالى وإلى خالقه ورازقه جل وعز فهو الذي يقبل التوبة وهو الذي يعفو عن السيئات سبحانه وتعالى فاصل إخواني الكرام ونواصل فكونوا معنا حياكم الله إخواني المشاهدين الكرام رجعنا لكم بعد الفاصل لا شك أن التوبة أمرها عظيم بل ويجب على الإنسان أن يبادر بالتوبة قبل أن يأتيه الأجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقبل التوبة ما لم تغرغر الروح يعني إذا بلغت الروح الحلقوم وأرادت أن تفضوا إلى بارئها فإن الله عز وجل لا يقبل هنا التوبة لأن هذا المكان يوقن الكافر بوجود الله ويوقن بأن هناك حساب وأن هناك عقاب وأن هناك ميزان وصيراط وغيرها من هذه قد جاء أيضا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس قال من مغربها فإذا خرجت الشمس من مغربها فقد انقطعت التوبة الآن الباب مفتوح لكل أحد أن يتوب إلى الله جل وعز وأن ينوب إليه سبحانه وتعالى في جميع أعماله ولذلك عده العلم رحمهم الله تبارك وتعالى أن للتوبة شرطة أولا أن يقلع أن يقلع على هذا الذنب فلا يأتيه مرة أخرى يترك العمل فيه فإن كان مستمرا فيه فيدع هذا العمل بهذه المعاصي وما يغضب الرب تبارك وتعالى والأمر الثاني ألا وهو الندم ولذلك جاء في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام الندم توبة يجب أن تتحقق هذه الشروط لا أنه لا يندم بل كانت فيه فورة لشهوته ويريد يقول أتوب الآن على أن أفعل هذه المعصية مرة أخرى وكذلك جاء الشرط الثالث بشروط التوبة وهو أن يعزم على أن لا يعاود ويقترف هذه المعصية فهذه هي التوبة الصادقة يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزن له النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغذر لنا إنك على كل شيء قدير ولذلك حينما جاء ذاك الرجل إلى الفضيل بن عياض ويتحدث معه قال كم عمرك قال عمري ستين عاما قال إذن أنت من ستين عاما وأنت تسير إلى الله جل وعز توشكو أن تبلغ منزلك ثم قال وإذاك في الحديث أعمر أمتي بين ستين والسبعين وقليل ما يجاوزهم فقال إنا لله وإنا إليه راجعون فقال الفضيل أو تعرف هذا المعنى قال إني أنا راجع إلى الله وأنا ملك لله تبارك وتعالى قال إذن فأعد للسؤال جوابا وأنك موقوف عند الله تبارك وتعالى قال إذن فما الحل وما النجاة قال اتق الله فيما بقي وعمل فيما بقي من الحسنات والطاعة هكذا يجب دائما المؤمن أن يعمل الصالحات ويكثر الاستغثار ولذلك كان الاستغثار يرطع كثيرا من الذنوب والمعاصي التي تكون عند المسلم لذلك دائما يستغفر الإنسان ربه تبارك وتعالى ويلتجئ إلى ربه الرحيم فالله عز وجل يعطي ينزل ربنا تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل يقول هل من مستغفر هل من تائب هل من داع يريد الله عز وجل أن يغفر الذنوب ويريد جل وعلا أن يستجيب الدعوات ولكن أين العباد الذين قد يكونوا غافلون عن رحمة الله تبارك وتعالى وغافلون عن طاعته سبحانه وتعالى فعلينا دائما وأبدا أن نستغفر الله تبارك وتعالى فبالله في الاستغفار فتح من الله عز وجل والتوبة لا شك أنها تجب ما قبلها من المعاصي ومن الخلوات والذنوب سعر الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته وإن يجعل أعمالنا كله في رضاه إنه سبحانه سميع قريب مجيب الدعوات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين